اشتركوا في القناة ايها الناس اله واحد متفرد في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله وعبودية خلقه له لا معبود بحق الا هو الرحمن المتصف بالرحمة بذاته وافعاله لجميع الخلق الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين وإلهكم اله واحد ليس له ند ولا شريك ولا مثيل ولا نظير والإله عند العرب هو المعبود وأول من أتى بالأوثان والأصنام للعرب في مكة المكرمة هو عمر بن لحي الخزاعية ولك أن تتخيل أن العرب كانوا يعبدون قبل الإسلام 360 إلها وإلهكم أيها العرب وأيها الناس هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد ومن أجل تلك القضية قضية التوحيد أرسل الرسل وأنزلت الكتب السماوية حقيقة الأمر أن الله عز وجل موجود قبل الوجود وقبل أن يوجد الكفر ولكن الناس ضلوا عن الطريق الحق وعبدوا آلهة أخرى وإلهكم إله واحد ليس له ثاني وإلهكم الحق إله واحد أما ما تعبدون من آلهة فلا تملك لنفسها نفعا ولا در ولا موتا ولا حياة وكل ما عبد من دون الله عبد بباطل من شجر وحجر وبشر وحيوان ونجوم حتى الشيطان عبد من دون الله وإلهكم إله واحد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وتوحيد الربوبية هو الإيمان بأن الله عز وجل هو رب هذا الكون والمدبر له وهو الخالق والرازق والمحي والمميت وتوحيد الألوهية فهو إفراد الله عز وجل بكل صور العبادة من صلاة ودعاء وتوسل ونذر وذبح وغيرها وتوحيد الأسماء والصفات يكون ذلك بإثبات ما أثبت الله عز وجل ورسوله من أسماء وصفات ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه ولا يكفي الإنسان توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية لأن كفار قريش كانوا يؤمنون بأن الله عز وجل هو الرب والخالق والمدبر لهذا الكون ولكنهم كانوا يشركون في عبادته ولا يكون التوحيد إلا كما أراد الله عز وجل في منهاجه وشريعة رسول محمد صلى الله عليه وسلم وإلا سقط الإنسان في البدع والابتداع كما سقط في ذلك كثير من المسلمين مع الأسف ولا سبيل للنجاة من اللعن والعذاب والخلوط في النار إلا بتوحيد الله عز وجل وإلهكم إله واحد منذ آدم عليه السلام وإلى خيام الساعة وسوف تجد عند اليهود والنصارى إشارات واضحة على التوحيد عندنا مثلا في سفر إشعياء أنا أنا الرب وليس غير مخلص وقالها المسيح عيسى بن مريم عليه السلام إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد وبالعقل وبالمنطق وبالاستدلال العلمي كما أن الله عز وجل هو وحده من ينعم على عباده ويرزقهم فهو وحده من يستحق أن يعبد لا إله إلا هو ولا معبود بحق إلا هو بجميع أنواع العبادة فمن عبد شيء دونه أو من عبد شيء معه فعبادته باطلة وفاسدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وإذا سألك معلم عن أقوى اسلوب للحصر فكله النفي والاستثناء كما في قوله لا إله إلا الله الرحمن رحمة عظيمة رحمة وسعة كل شيء رحمة جالبة لكل النعم وصارفة لكل النقم ومن رحمته بنا أن عرفنا بنفسه بأسمائه وبصفاته وبذاته وأفعاله وآلائه وأرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب السماوية المنزلة الرحيم رحمة خاصة بعباده المؤمنين جعلنا الله منهم اللهم آمين رحمة خاصة بعباده المنزلة رحمة خاصة بعباده المنزلة رحمة خاصة بعباده المنزلة